سهم التقدم الكبير في تطور الاتصالات وتكولوجيا المعلومات في عمل تغييرات جذرية بأنماط الحياة بمختلف مجالاتها على المستويات الفردية والمجتمعية والاقتصادية بما أدى إلى تغيير في أساليب ووسائل تنفيذ الانشطة الاقتصادية وأنتج نوعا جديدا من الاقتصاد سمي بالاقتصاد الرقمي يشكل التحول الرقمي ركزة أساسية في استراتيجيات الدول حيث ساهم التقدم الكبير في تطور الاتصالات وتكولوجيا المعلومات في عمل تغييرات جذرية بأنماط الحياة بمختلف مجالاتها حتى أصبح الاقتصاد بذاته يعتمد على هذا التحول اليوم البورصات الأجنبية والعالمية بدأت تتبنى الذكاء الاصطناعي في مجال تحليل البيانات وتقييم المخاطر وعملية دراسة هذه المؤشرات البيانية اليوم كمية المعلومات التي تم تخزينها من مراحل سابقة وسنوات أخيرة هذه تحتاج لعملية تحليل اليوم نحن ممكن نستعين بشركات تحليل بيانات وأشخاص وموظفين ذوي خبرة وقدرة ولهم تجارب ناجحة التحول للاقتصاد الرقمي له أثار إيجابية على كافة المساويات ويعتبر محركا ورافدا للدخل القومي في كثير من البلاد وهو يشكل بيئة خصبة للاستثمار وجلب العملة الصعبة ورفع سوية الدولة بالذكاء الاصطناعي اليوم اللي راح يتميز فيه أن سيكون الذكاء الاصطناعي يدرس البيانات واستعان في عملية الذكاء الاصطناعي التوليدي واللي هو جدا مختلف عن الذكاء الاصطناعي اللي احنا تعرفنا عليه قبل سنة الذكاء التوليدي هو ممكن أن ينتج مثلا رسومات موسيقى تحاليل بيانية أي نوع من المعلومات ما كانت موجودة هذا طبعا كلها يعتمد على كمية البيانات المخزنة وكمية البيانات اللي يبدي قوة الذكاء الاصطناعي يقراها ويعالجها الاقتصاد الرغمية تطور بمعدل هائل وهو المحرك الوحيد الأكثر أهميا للابتكار والقدرة على التنافسية المالية والنمو الكبير وأنه يساهم في تغيير حياتنا بمجالات لا محدودة ابتداء من الطريقة التي نتسوق بها وطريقة التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى طريقة التي نتعلم بها نواف شراكي قناة الأخبار